حفلة زيادة وكمان من قدم عليها أهم الأخبار المتدولة على السوشيال ميديا زي ما شفنا دلوقتي القبز موضع من الداخل وحتعمليه في خاطوة واحدة بدون دهن وبدون تعام يلا بينا على طول نسام الله ونصلي على الحبيب المصطفى ولكن في البداية حبيت تشوف مجموعة من الوصفات من نفس العجينة شفكناها مع بعض على القناة نفس العجينة دي تعملنا بيها الوصفات اللي حنشوفها دلوقتي منها وصفات محشية زي ما احنا شايفين الوصفة دي وصفة محشية بحشو اقتصادي جدا وحنشوف دلوقتي كمان مجموعة من الوصفات منها المحشي ومنها المفروغش حشو بإذن الله بنفس العجينة وليمحتاج طريقة التشكيل هسيبها لحضراتكم مجموعة من المعجنات الجديدة هسيبها لحضراتكم بإذن الله في أول تعليق طريقة تشكيل المعجنات اللي انتوا شايفينها دي أتمنى تتبعونا وأتمنى وصفاتنا تعجبكم هسيبكم دلوقتي بعد تشكيلة المعاجنات وحنشوف مقادي وصفة النهاردة هنعملها ازاي نصلي على الحبيب المصطفى وحنشوف مقادي وصفتنا مقادي وصفتنا بسيطة جدا في البولا بتاعتنا هحتاج مقدار بيضة واحدة هاكل محضرة جنبي كوباية من اللبن الدافي هادفها على البيض بعد كده هنخلط البيض مع اللبن بالشكل ده اضافاتنا بقى اللي بعد كده هنشوفها دلوقتي مع بعض وفي البداية اضفت هنا شوية من الملح بعد كده اضفت معلقة من الخمير مع القتين كوباف من الخل الخل حلوة جدا فيه الوصفة دي بإذن الله هيعجبكم لما تجربوه بالخل بالإضافة كمان هنا ضفت معلقة كبيرة من السكف هنقلم المقادي وده كلها مع بعضها وهي دي مقادينا الاساسية في الوصفة بتاعتنا دلوقتي هنقخبطي دي بإذن فاكبوب دي بإذن هذه في ش�ometer لحدي ما يقومه تقليم الدقيق هيحوف يقوم بإذن دي بإذن العجين هنقخبط الوصفة كمان هو يبقى ت PC تجربو حدا ما��ين افضل متر مقادي دلوقتي حبتدي أليم العجين بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي بعد كده قبل من خلص عجن حضيف هنا مقدار 3 معالق كبار من الزبدة ممكن تستعملي السمنة يعني السمنة بتاعتك حطيها في التلاجة وطلعيها وانتي بتاعجيني وزي ما احنا شايفين دفتهم ان هنا الزبدة تعيدنا زبدة لينة السمنة بتاعتك هي كمان تكون سمنة لينة لو انتي هتستخدمي السمنة حتدي هنا أخلي العجين كله يشرب كل كمية الزبدة الموجودة في معانا زي ما احنا شايفين خليت هنا العجين شرب كل كمية الزبدة حاجن العجين كويس خمس دقايق كمان وبعد كده حبتدي ضغط العجين واسيبه يختمر عملية العجن هنا وعملية الزبدة في النهاية هتديك نتيجة كويسة جدا في العجين وحتديك توفيق كويس هنسيب العجين بتاعنا يخمر ادي العجين بتاعنا بعد ما اختمر هاخد قطعة من العجين ودلوقتي هنتدي نشكله بطريقة بسيطة جدا اسهل طريقة التشكيل هنا الخبز بتاعنا جميل جدا هاخد اخدت هنا القطعة من العجين وبعد كده ابتدت هنا اعملها رول بالشكل ده وزي ما احنا شايفين بواس السكينة هنبتدي نقطعها القطعة صغيرة ده طبعا على حسب هنا حاجم السندويتش اللي انتي بحتاجها او حاجم هنا قطعة الخبز بتاعنا زي ما احنا شايفين هاخد قطعة قطعة وبعد كده هبتدي اقفلها بنفس الخطوات هاخد واحدة واحدة وهبتدي اقفلها بنفس الخطوات زي ما احنا شايفين كده وعاجدنا طبعا مفتاح والمختلف معنا فهيدينا انتيجة كويسة هشكل كل الكمية بنفس الشكل ده زي ما احنا شايفين قفلت كل الكمية الموجودة معايا بنفس الشكل دلوقتي بقى هنيجي على مرحلة التشكيل والتشكيل بتاعه بسيطة جدا بالشكل اللي هنشوفه زي ما احنا شايفين هبتدي قفتها بشكل طولي هخلي حتة رفياعة هخلي هنا زي ما احنا شايفين ابتدتها عرض من ناحية والناحية الثانية هسيبها رفياعة شوية سوف نشرح نحية حريضة و نحية رفيعة awhile ثم اختففل في الن Lebانشور لسلق طريقة جميعا سلام اللج صور النัكل جدا او ممكن تلف العجينة تعمل العجينة كلها العجينة بتاعتك ممكن تمسكيها كلها تفديها قطعة واحدة وبعد كده تقطعيها وتشكليها زي الكوروسون الحقيقة لما عملتها بالطريقة دي اتعجبتني جدا زي ما احنا شايفين او ممكن زي ما بقولكم تغضي قطعة من العجين وتفديها فرد واحد وبعد كده تلف فيها زي الكوروسون لو انت طبعا بستعجلة ممكن تعمل الخطوة دي زي ما احنا شايفين هخلي قطعة الفيعة من ناحية الفيعة عريضة بالشكل ده وبعد كده هبتدي ألفها بنفس الخطوات على شكل هنا خبز كوروسو هكامل كل الكمية الموجودة معايا بنفس الخطوات زي ما احنا شايفين هكلي ناحية الفيعة وناحية هنا عريضة شوية هوا هكامل كل الكمية بنفس الخطوات الموجودة معانا وزي ما احنا شايفين طريقة بسيطة جدا للتشكيل طبعا هنا طريقة التشكيل ولفة العجين بتساعدك كمان على إطاري بالوضفة كمان للزلدة اللي حطناها فيها بتساعدك على إطاري هكامل كل الكمية الموجودة معنا وبعد كده هشوف وصفتنا هنكملها زي زي ما شفنا مع بعض طريقة بسيطة جدا للتشكيل بالشكل ده بعد كده هجيب صنية الفرن و هبتدي أبصي فيها العيش بتاعنا أو المعجنات بتاعتنا لو الصنية بتاعتك ألمونيوم اتينيها بالزيت قبل ما تحطي هنا المعجنات بتاعتك عليها زي ما احنا شايفين بخطوات بسيطة جدا هنتدي هنا نفت إن حطي هنا المعجنات بتاعتنا على الصنية بتاعتنا والخطوة المهمة اللي بتاديك نتيجة كويسة جدا في الوصفة سيبيها هنا نصف ساعة تختم الموافة تانية زي ما احنا شايفين الكيمية المعاملنا دلوقتي مع بعض هسيبها نصف ساعة تختم الموافة تانية و هنشوف شكلها دلوقتي قد شكلها بعد نصف ساعة تضاعف حجمها بالشكل ده دلوقتي حضر مقدار بيضاء عليها شوية من اللبن وكمان هنا لو عدتك معلقة من اللبن المجفف هلنحطيها عليه هتديك اللون كويس جدا لما تطلع من الفرن خلطي هنا المقدار مع بعضه زي ما احنا شايفين خلطت البيضاء دمجت البيضاء مع اللبن وبعد كده اتديت اتهن الوش واحنا دلوقتي واحنا منتين الوش ومولعين الفرن قبل ما نحط فيها المعاكنات بحوالي عشر دقايق دهنا وش المعاكنات بتاعتنا وبعد كده هناخدها نحطها في الفرن وقادي وصفتنا زي ما احنا شايفين بعد ما طلعت من الفرن الخبز جميل جدا وطعمه لزيز جفابوه بإذن الله هيعجبكم استعملي النوع زبت كويس بيخلي هنا العيش بتاعك طعمه حالو بالإضافة كمان زي ما احنا شايفين حنشوف الخبز بتاعنا طري وجميل بالشكل ده هنقطعه دلوقتي من جوه ونشوف شكله جميل جدا وكمان موافق وبين فيه الطبقات زي ما حنشوفها دلوقتي مع بعض ادي هنا الخبز بتاعنا حنعمله بأشكال مختلفة بالشكل ده وحنشوف دلوقتي من الداخل من أحلى وأجمل الوصفات لو لاحظ طبعا التوريه جميل جدا من الداخل والعجينة معانا جميلة حينفع معاك لسندروتشات المدرسة وكمان قدمي للفطار لعائدك اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة واستنونا بإذن الله في صفات كثيرة زي ما احنا شايفين أحلى خبز ممكن تعمليه ودومتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله